إيقاف اتفاقية الحبوب الأوكرانية بعد قرار روسيا الانسحاب منها يضع العالم أمام بدائل الصعبة الغرب يضغط على روسيا اقتصادياً وفي المقابل تناور روسيا لتخفيف ضغوط عنها من أجل رفع جزء من العقوبات عليها لأن الاقتصاد الروسي بدأ يعاني 500 مليون شخص عالمياً يعتمدون على صادرة الحبوب من أوكرانيا وروسيا فهما من الموردين العالميين الرئيسيين للقمح والشعير وزيت عباد الشمس وغيرها من المنتجات الغذائية ذات الأسعار المعقولة التي تعتمد عليها الدول النامية تهديد روسيا بالضرب الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود رداً على الاستهداف الأوكراني المتوصل شبه جزيرة القرم فاقم من الأزمة بشكل لافت وهو ما يعني توقف 20% من إمدادات العالم من الحبوب ثلثة كمية القمح التي تصدر للعالم تستحوذ عليها روسيا وأوكرانيا موسكو وحدها أنتجت 76 مليون طن من القمح قبل العام الماضي فيما أمدت أوكرانيا برنامج الأغذية العالمي بأكثر من 80% من كل ما لديه من الحبوب مقارنة ب50% قبل الحرب لذلك فإن أوكرانيا تعتبر من أكبر سلال العالم للقمح والحبوب بصفة عامة بحسب الاتحاد الأوروبي حلول بديلة من الممكن أن تؤمن استمرار خروج الحبوب للعالم لكن خبراء يقولون أنها ستكون عالية الكلفة وإن لم تطبق هذه البدائل لن يكون أمام العالم سوى الضغط على روسيا لتنفيذ هذه الاتفاقية ما جعل كييف تقف مستنفرة أمام خيارات محدودة لتجاوز الأزمة والعثور على بدائل أولها البحث عن طريق عبور آخر غير البحر الأسود وهناك حديث عن أقرب ميناء للمياه الأوكرانية وهو ميناء كونستانسا في رومانيا ومنه تنطلق السفون مرة أخرى نحو تركيا مستحيلا إن لم يمنحها الاتحاد الأوروبي قرضا بهذا المبلغ